اكد سموب الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن يوم البيئة الوطني هو مناسبة بيئية سنوية مهمة تهدف إلى نشر التوعي البيئية بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية نحو البيئة والتغير المناخية كما أنه يوم يهدف إلى التأكيد على دور الأفراد الفعال في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل البيئية من أجل حماية وصون مواردها الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم البيئة الوطنية الذي يوافق الرابع من فبراير والذي يأتي هذا العام تحت شعار لنجعلها مستدامة نوها سمو الشيخ عبدالله بن حمداء الخليفة أن مملكة البحرين تبدل أقصى جهودها لحماية البيئة ومواردها حيث تتبنى المملكة أهم الخطط والبرامج والمشاريع في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المناخية ومن أهمها خطة العمل الوطنية بحرين بلوبرينت والتي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى في كلمته السامية في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 التي عقدت مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مشيرا سموه إلى ما تبدله الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية الشاملة والمعاصرة مع الاستدامة البيئية والمناخية من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات والضوابط التي تفي بالتزامات المملكة البيئية واعتبارها ركيزة ومبدأ رئيسي ضمن برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة على ضمان استمرارية التنمية المستدامة والسعي نحو حماية البيئة وتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتكثيف الجهود الوطنية الرامية لزيادة الرقعة الخضراء ومضاعفة أشجار القرم إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2035 وبالالتزام في تحقيق حلول جديدة ومبتكرة في مسيرة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتنفيذ خطوات جديدة جادة من خلال الدراسات والبحوث والبرامج التي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي وكذلك تبني المبادرات والمشاريع والاتفاقيات ووضع الاستراتيجيات التي تحافظ على البيئة والحياة الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعتبر احتفال مملكة البحرين بيوم البيئة الوطني فرصة للدعوة إلى التعبير عن عهدنا نحو بيئة مملكتنا والتركيز على مواجهة التحديات البيئية والمناخية من أجل حماية الإنسان والبيئة واستدامة الموارد البيئية